خلينا نبدأ بقى مع حضراتكو بعد التنويه وبصراحة حاجة مشرفة جدا وحاجة يعني الواحد النهاردة وده مش الخبر الوحيد احنا معنا النهاردة اكتر من خبر حاجة بجد تسعد وحاجة تشرف لما نتكلم بداية كده النهاردة نقول صباح النصر المنتخب اليد مبروك الحمد لله رفعنا او رفعوا راسنا ودايما يعني حقيقي حقيقي مصدر نتكلم سعادة ليه المصريين مبارح كنا بنقول يا رب نفوز فوزنا الحمد لله مبروك امم افريقيا ليه المرة بنتكلم التمنى في تاريخنا عشان نبقى كده بنتكلم احنا المركز التاني حصدا للقب او للقب بعد تونس صحبة العشر القاب وبنبقى محققين زي ما بتقال كده او بلغة الارقام برضو عشرين ميدالية في هذه البطولة بتتكلم عن تمانية دهب ستة فضة وستة برونز فحاجة اكيد اكيد محترمة جدا يعني عايزة افكر حضراتكو برضو ان المتأهلين لبطولة العالم بيكونوا الخمسة اللي هم الاوائل وكمان لو حنقولهم بالترتيب كده تبقى بداية مصر والرأس الاخضر والمغرب وتونس والجزائر وعايزة اقول حضراتكو البطولة هتوقام في بولندا والسويد ده هيكون في يناير عشرين تلاتة وعشرين كل التوفيق ان شاء الله بس بجد حاجة مشرفة امبارح كنا بنقول منتخب مصر لليد عامل شوت كبير جدا ومش اول مرة وشفنا الموسم اللي فات او السنة اللي فاتت والنهاء اللي كان بين الدنيمارك ومصر وحاجة كانت مشرفة جدا وكان في ندية قوية جدا قدرنا ان احنا كمان نفوذ يعني دلوقتي ونتأهل وان شاء الله نحقق زي ما حققنا برضو السنة اللي فاتت انجازات كبيرة جدا ونوصل للنهائي بإذن الله